كل سنة أنت طيبة بشواندس وأنت بساعة وسلامة مشوار جيبتوا من طفولتي وانا عفتت رجل على رجل كفر الزيات آه أنا اتولدت في كفر الزيات أنا أبويا مزارع آه وكان عدو مجلس النوايا بعدو مجلس شيوخ عن دايرة كفر الزيات أي وشأت ظروف فطرة معينة كده تحطينا تحت الحراسة وطلعنا من البلد آه فما فيمت شوقتها يعني إيه الحراسة غير لما بقناش عارفين نرجع للبلد آه وأبويا في اسكندريا وأحنا في مصر المهم يعني آه فاستقريت أنا شوية في اسكندريا بعدين جيت القاهرة آه وأنا آه يعني أول ما دخلت كلية الزراعة حتى أنا تحت الحراسة آه أنا كنت جاي بمجموعي يدخلني لهندسة يعني آي بس دخلت الزراعة عشان أبقى مع والدي وانت حمش في نفس السكة آي أنا أكبر آه إخواتي للذكور يعني آي وبعدين ما اشتغلتش خالص الزراعة آه بقى الدنيا خدتني آه في الرياضة والإدارة الرياضية آه وطبعا معظمة في النادي الأهلي آه ستين سادة أهلي لو قلتلك إحنا طبعا حلقة النهاردة كلها بتاعت المعنى ده بس أنت الآهل بين الأمس واليوم الفرق إيه؟ بملخص شوية إحنا لو قلت الأمس لازم أرجع وأنا عدي 8 سنين آه وأنا بعشق الأهلي من الراديو آي وأنا بروح للمدرسة ألاقي الولاد آي أتكلموا وفي منهم اللي بيروح للمطشاط أنا كنت لسه مروحتش للمطشاط آي ولما روحت الإعدادي والسنوي آي ابتدى في ناس زميلنا كانوا بيلعبوا اللي بيلعب في زمالك واللي بيلعب في الأهلي آي أنا كنت في حدال أبا ما كناش يعني حتى ركبت أوتوبيس آه فما كناش بنروح حتة غير نادي شيل المدرسة كانت بتعمل لنا يوم رياضة فيه كل أسبوع آي النقراش مدرسة النقراش آي لما دخلت الجامعة عزلنا وروحت العجوزة في شارع النيل وراء النادي الأهلي آه فما كانش كبري لسه تعمل كان فيه معدية كده تركابة بقرش ساخ تنزل للناحية التانية تنزل للناحية التانية آه كان لنا واحد صاحبنا في المدرسة بيلعب في النشئين في النادي فتروحوا وراه فعزمني مرة جت داخل شفت بقى نظام النادي الأهلي من أول يوم آه راح فين؟ آه طيب استنع كان عندك كم سنة؟ وقتها كان عندي آه سبعتاشر سنة سبعتاشر سنة أول داخلة لك للنادي أنا عايز أخش بقى عشان ألعب معاهم كرة مستسل للموضوع آه راح فين؟ أنا كادا فلان عمر طفيق بقى آه بسي الخير آه كان بلعب في الأشبال ها عمر ابتدى ييجي ويستأزم الأمين بيه شعير لقيت الدنيا صعبة جد عشان تدخل فاروحت داخل لأمين شعير بعد أسبوع ولا اتنين مش معقولة كل مرة أخش بالمعاناة دي آه خلصت جامعة وإحنا بينا وبين آه 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 يعني حتى لو سمحتيلي آه أنعي ابن عمتي حسين شعير توفى الله من ثلاثة أيام بقى لله آه وهو بقى مين شعير ابن عمه يعني آي قال لي يعاد لي يعني خلص الجامعة وتعالي دي فأنا بعد ثلاث سنين خلصت الجامعة قبل مقبض أول مرتب حتى خدت الشهادة وروح تعد نادي وعملت عضوها في النادي الأهلي وبدأ مشواري بقى مع النادي الأهلي بسا كده الستين سنة دول فيهم تفاصيل كتير قوي شاهد عيان على النادي الأهلي وعلى مسيرته وعلى شخصه حتى لكن لو أجلنا الكلام في الماضي شوية واتكلمنا في الحاضر وأنا بس آه آه أنا ممكن آآ أنت ممكن نهاردة تأمي لأي حاجة أصد دعال على الكانبة أهني بس دكتور سعد شلبي لمعين ميلاده كان أول أمس آآ دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي كل سنة وانت طيبة دكتور ودايما في أحسن صحة وحال وهو ده شهر التسويق ولا ايه لا ده شهر التسويق ده أنا كنت بكلمه كلمة مهمة فكرنا نتكلم فيها ده شهر خبراء التسويق آآ آآ لا دكتور سعد ده ده قيمة علمية جميلة النموذج الحقي الكلمة تيجي تصيده وصيدك صحية هو جاي يصطدني يصطد أنا عايز أقول لك على حاجة أنت كنت تلاحظ أن كل ما الدكتور سعد كان يعمل مع أنا مداخلة الله يرحمه الحاجة تيسير الهواني كان بيستمتع بمداخلته وبعد الحالة أكتر حاجة يعلق عليها مداخلة الدكتور سعد وقول لي والنبي دخلوا الرجل ده كتير أنا بيمتعني الكلام هو دكتور سعد دخل مستشار آآ آآ لإدارة التسويق آآ آآ اللي كان أستاذ في جامعة المنصورة آآ طبعا في التسويق الرياضي كانوا أخد أول شهادة دكتوراه من ألمانيا من ألمانيا إيك لو كان جاي أعمل معي بحث عن تجربة الأهلي فقلت له أنا عايزة تبقى مستشار مه لأن أنا عندي الخبرة ما عنديش المنهج العلمي صحيح فقلت له أنت هتكمل قال لي أنا مقدرش أتفرر تدفر أنت قلت له أنا مش عايز أنك الممرسة بالعلم آآ لا قلت له تتمنهج آآ شغلنا وتدي له الإطار العلمي بقى يبقى عمالنا حاجة رصيخة نسيبها للورانه صح فهو كان مستشارنا وهو محتفظ بمكانه مستاذ في جامعة المنصورة الراجل من يوم ما دخل شيرب الاهلي زي السفنجة صحي مسبش نقطة ويمكن ناس كتير وهو شغال معايا ما شافوهوش حتى على مستوى المسؤولين في النادي الاهلي فبعد سنتين وأنا بجدد القرار بتاعه طلقتم الكابتن حسن حمدي قلت له يا كابتن أنا عايز دكتور سعد يجي جلسة المكتب التنفيذ الجاي قال لي ليه؟ قلت له عاملين دراسة معينة عايز دكتور سعد يشرحها لك أنا اتحجيجت كنا عاملين دراسة عن المعدل المشاهدة في الملعب عشان القيم الإعلانية يعني حط الإعلان ورق جون واللي عند رايت الكورنر واللي عند السنتر إنه أكثر الحياة واستغلنا يبقى عشان أنا أقول لك حاجات الولاد بتوع الألترس قلت له ما مش عايزين تبقى كل طاقتكم يعني أن الناس خايفة من تصرفاتكم أحيانا وأنكم بتشجعوا إحنا عايزين نستفيد من الزخم بتاعكم لصالحنا دلقات أي أبحاث هنعملها في الإدارة هنا أنتوا العينات بتاعتنا فسعد كان بياخد الأسئلة يدهالهم على ثلاث تلاف واحد يرجع لنا بالأجوبة بحث علمي على أعلى مستوى فشافوه طبعا سعد يبهر أي حد وكابت الحسن يعني دم جاله فحيلقط يعني يشوف يشوف كويس الحاجات الكويسة طبعا طبعا وصمرة دكتور سعد حتى أنا بعدما استقلت هو بقى المستشار التسويق اللجنة لشركة الأهل انتاج الإعلامي ثم مديرا لشركة الأهل كان في النص راح الرياض اشتغل في جامعة الرياض أربع سنين ورجع كمل مع نادي الأهل ثم أخيرا مشواره الجميل كمدير لنادي الأهل كل سنة أنت طيبة دكتور سعد ودايما في أحسن صحة وحال ودايما رجال الأهل مخلصين في العطاء ليه